اشتركوا في القناة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة تستند الى ارث تاريخي اسسه الشيخ زايد بن سلطان الانهيان طيب الله ثراه ولزال ابناؤه الكرام يسيرون على هذا النهج الخير الذي ميز العلاقات البحرينية الاماراتية هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر سموه بالرفاع سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وبمعيته معالي نورا بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك بمناسبة زيارتهما لمملكة البحرين لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة في دورتها الثامنة حيث نقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان الى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات اخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم امارة دبي واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم لمملكة البحرين المزيد من التقدم والرفعة وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن تهانيه لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة نجاح إطلاقها القمر الصناعي خليفة سات ووصفه سموه بالإنجاز العالمي الباهر الذي يبعث على الفخر لدى كل خليجي وعربي مؤكدا سموه أن الإنجازات الإماراتية المتتالية في مختلف المجالات التنموية والعلمية تعكس بصورة جلية نهج الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يستحق أن يكون نموذجا يحتذا مؤكدا سموه أن مثل هذه النجاحات تصب ليس في صالح الأشقاء في الإمارات فحسب بل في مصلحة جميع الدول العربية والخليجية وتعزز من توجهها نحو مستقبل أكثر إشراقا وتم خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وسبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين حيث أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص مملكة البحرين على الارتقاء بآفاق التعاون والتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة ثنائيا وخليجيا وعربيا ودوليا وأعرب سموه عن خالص شكره وتقديره لمواقف الإمارات الشقيقة الداعمة والمساندة لمملكة البحرين في مختلف الظروف وقال سموه إن هذه المواقف ليست بغريبة على الأشقاء في دولة الإمارات ولا يكفي الوقت لحصرها وستظل دائما موضع اعتزاز وتقدير من جميع أبناء البحرين وأكد سموه أن انعقاد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة بمملكة البحرين حاليا يكتسب أهمية متزايدة من ناحية توقيته كما أن من شأنه أن يرتقي بالتعاون بين البلدين الشقيقين إلى مستوى الطموحات التي تخدم المصالح المشتركة وقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سمو وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة بنقل تحيات سموه إلى القيادة الإماراتية وتمنيات سموه لهم بالصحة والسعادة وقد أشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد الأنهيان بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين وبما تبديه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من حرص دائم على تنميتها وتطويرها في المجالات المختلفة وقال سموه إن علاقتنا مع مملكة البحرين هي علاقة تاريخية ترتكز على جذور عميقة ومصالح مشتركة والأهم من كل ذلك أنها علاقة محبة وثقة بين البلدين قيادة وشعبا وأكد سموه حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم ومساندة مملكة البحرين في مختلف الظروف وأنهم يسعدون كثيرا بما تحققه البحرين من إنجاز وتطور يظهر القدرة على مواجهة كل التحديات والصعوبات وأعرب سموه عن تأييده لرؤية ودعوة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى أهمية تكثيف الزيارات بين المسؤولين في البلدين والدول الخليجية من أجل مزيد من التشاور والتنسيق الذي يعزز من العلاقات الآخوية بينهما ترجمة نانسيق